حياكم مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين إذن مشاهدين لم تكن مهمة الحجد الشعبي قتاليا فحسب بل تعددت صنوف الخدمات التي يقدمها للبلد من خدمات قتالية إلى خدمات تقدم بعض الخدمات المتهالكة في بعض المناطق وفي حين كان يقاتل تنظيم داعش وحماية البلد من انتهاك أرضه اليوم يتوجه بالفرق والتطوير التي لم يلتفت لها أحد من الحكومات المتعاقبة السابقة وقد جاء توجيه رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الخدمات التي وعدت بتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك إعادة أعمار المناطق النائية التي تفي بوعدها فكان لها أثر بإعادة تجمالية المدن وخلاصها من عشوائيات الطرق بإكساء وتبليط الشوارع في المناطق ذات الواقع الخدمية المتهالكة سبع قصور والحميدية وكذلك دوانم الشعلة أما في ملفنا الثاني مشاهدين لحصاد الليلة ورغم اختيار النظام السابق لهذه المدينة كمنطلق لعمليات عسكرية وما أنتجه هذا الخيار من غزارة في النتائج السلبية مضافا له تجارة السياسة بخيراتها المتعددة إلا أنها أعادت تتكوين نفسها ووضع تاج الخليج على رأسها وكذلك مدينة السندباد بعد جفاء الأشقة الذي امتد لسنوات ناهزة الأربعين عام يأمل اليوم أو يأمل العراقيون بأن تبلسم بطولة الخليج بنسختها الحالية جرى حسينين طوال وقاسية لم يكن أهل الخليج عارفين بمآلات الأمور الحقيقية وكذلك يكون سفراء يبينون الصورة الواقعية بأن هناك حياة في مدن العراق المنسية إذن المشاهدين دوانم الشعلة المدينة المحرومة من الخدمات لسنوات عديدة وفق ما ذكرها هذه المنطقة اليوم تصلت حكومة الخدمات ضوء الاهتمام والرعاية لها بتوجيه الفرق الهندسية وكذلك شمولها ضمن حملة التطوير المستمرة وإعادة تأهيل ما يستحق العمار في شوارعها وقد تنوعت الخدمات لأهل هذه المدينة التي أشادوا بعمال التطوير والإنجاز الذي وصل نسب عالية خلال استمرار العمل المتواصل على مدار ساعات متأخرة من الليل تقرير نهاء الشمري ندافع ونبني هذا الشعار الذي يحمله فريق الجهد الهندسي للحشد الشعبي الموجه لتقديم الخدمات إلى المواطنين إذ تعددت أوجه العمل وخدمة البلد حيث انبثقت هذه الحملة التطويرية من توجيه وإرادة حكومة الخدمات وها هي تواصل أعمالها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر فشملت الحملة مناطق متعاددة ونائية ومنسية من تقديم الخدمات لها وأبرزها منطقة دوانم الشعلة ذات الثقل السكاني الكبير فرش إكساء السوبيس كمال خلاص رح مباشر بالأرصفة سلوب كامل الأرصفة إلى نهاية الشارع الشارع تقريب المدى مالة الطول 700 متر والعرض 14 متر حاليا آليات الهندسة العسكرية متواجدة مع مديرية بلدية الشيعة الشعل العفو والأرصفة حاليا رح يدل فرش الأرصفة فالحملة التطويرية المتمثلة بالفرق الهندسية والخدمية ضمت الطرق الرئيسة والفرعية بإكسائها وإزالة الأنقاذ وكذلك إصلاح المنظومة الكهربائية ومشاكل الصرف الصحية فهذه المعالجات الحقيقية التي تضعها الفرق الخدمية جاءت لتوسعة رقعة العمل والوصول إلى المناطق المحرومة خدميا أو المنسية طوال السنوات الماضية والحكومات المتعاقبة ولم ترى نور التطور في ساحاتها الخدمية حسن مبادرة دولة رئيس وزراءة باشرنا بالأعمال في منطقة الدوانم ضمن قاطع بلدية الشنف بأعمال مد مجاري وشبكات المجاري وشبكات الماء الصافي للمنطقة حاليا نسحنا باشرنا بتهيئة الصب البور كيربور من ثم بعد الإكساء نشوف جاءة فوق العالم تراها يعني لأن وعدوا وثبتوا والوعد ما لهم وحن ارتاحنا لهذه الشغلات هاي احنا شبه منسيين هل بيوت هاي الضخمة منطقة وفيش منطقة أما إشادة قاطني المنطقة بأعمال الصيانة والإكساء للطرق غير المعبدة جاءت لما اتضح من تحسين الواقع الخدمي فيها إذ رحبوا بدورهم في هذه الجهود المبذولة من أجل النهوض بواقعها المتهالك بعدما عملت الفرق على إظهار الشوارع فيها بحلة جديدة وخلاصهم من معاناة الفيضانة في فصل الشتاء نهاش ماري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد معاون مدير عام بلدية الشعلة المهندس علي حسيان أهلا بكم سيد علي وكذلك الترحب بعض الهيئة العامة للمجلس العلاء الإسلامية سيد نزار السلطان أهلا بكم سيد نزار وأبدأ معك مهندس علي الشعلة تعاني طبعا من نخص كبير بالخدمات المقدمة للأهالي لكن هل هناك اليوم خطة أو قرار بتغيير هذا الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم أشكر مناطقكم ومنبركم هذا لتاحة الفرصة لي ليقدم أعمال بلديةنا دارة بلدية الشعلة وكذلك كادر الحشد بالجهد الخدمي الهندسي نعم حقيقة مناطقنا هناك مناطق مخدومة وهناك مناطق غير مخدومة اللي أقصد بها المخدومة اللي هي مجاري وماء الماء موجود في المناطق لكنه المجاري والتبليط اكساء الطرق بالنسبة لهذه المناطق قرار رئيس الوزراء بمد أو إيصال الخدمات لهذه المناطق الزراعية قرار جريء وحقيقة أفرح الناس ومشاركة حقيقة جهد الخدم الهندسي للحجد الوطني دخلنا في هذه المناطق اللي كان قبل ما مسموحنا أنه حسب تعليمات إنه خارج حدود تصميم الاساسي مناطق الزراعية ما مسموحنا أنه نقدم لها خدمات وتحتاج أموال حسب ما تعرف لكن جهد الخدم الهندسي شارك بجهد الكبير يضافه إلى جهد الدارة البلدية قدرنا حقيقة نحقق إنجاز الآن بحدود 50% بناحية اكساء بعض الشوارع المهمة اللي هي شارع الطيارة وشارع سالم وشارع موزان وشارع المختار عذرا لهذه التسميات لكن هي تسميات شعبية موجودة في المنطقة باشرنا بأعمال مد المجاري والماء في هذه الشوارع الرئيسية يعني عذرا المقاطع لكن تحديدا منطقة دوانة مش شعلة نتوقع أنه يتم تأمين الخدمة لكل هذه الناحية نعم 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 إن شاء الله بجهود الخيرين بجهود الحشد إن شاء الله وقرار مجلس وزراء هناك فريق عمل متكامل من مجلس وزراء وبعضوية جهود الحشد ودارة بلديتنا مستمرين بالتنسيق وعمل جداول كميات لكافة الأزقة لكنه تأتي بالتوالي إن شاء الله الشوارع الرئيسية اللي هي تخدم المواطن بالحركة إن شاء الله يعني خلال أسبوع الأمطار هي أثرت علينا سلبا في عملية الإكساء باشرنا بإكساء شارع الطيارة 500 متر تقريبا لكنه تعرف الأمطار لا يسمح لنا بالتبليط في إذا كان هناك مياه أو أمطار فأجلت الموضوع لكنه استمرنا بصب الباور كيربول اللي هو القادة بالجانب للشوارع وإن شاء الله إحنا مستمرين وفق الخطة المعدة وفق جداول كميات اللي عندناها مع الفريق الهندسي اللي برئاسة مهندسين كبار بهذا الموضوع هذا إن شاء الله رحب بك مرة أخرى سيد نزار وأود أن أسألك هل تستبشرون خير بالتفاة الحكومة أو تركيز الحكومة إلى جانب الخدمات وهي ركزت على ملف الخدمات بحيث وسميت من قبل الإطار الذي وضع أولوية لحكومة حكومة الإطار حكومة السوداني بأن تكون الخدمات من أولى الأولويات شكرا جزيلا إليك وضيفك ولمشاهديك حقيقة الموضوع الخدمات يعني الشغل الشاغل لكل مواطني العاصمة بشكل خاص وتعرفون جنابكم في بغداد يعني حصل حصف الأسد العشوائيات يعني أكثر من من ألف عشوائية يقطنها يعني أكثر من قرابة المليون مواطن بغدادي وبالنتيجة هذا رقم لا يستهام به أغلب هذه المناطق لا تستطيع الدوائر بلدية تقديم خدمة بلدية بسبب القانون وعدم وجود الصلاحيات للدخول لهذه المناطق وبالنتيجة اليوم دخول المؤسسة الاتحادية مع الدوائر البلدية بثقل الجهد الهندسي للحجد الشعبي والمؤسسات الساندة الأخرى أنا أعتقد هذه حركة يعني جدا مؤثرة في تقديم الخدمة لمناطق كثيرة محرومة منها منذ سنوات وتجاوز العقبات القانونية ومنذ ما استمر الوضع بهذه الوتيرة أنا أعتقد سيتم تغطية أجزاء مهمة عانة الحرمان لسنوات كبيرة وسنوات طويلة من الخدمات الأساسية ومع هذا أنا أعتقد على هذه اللجنة الخدمات بها أخوة عزاء وخبراء في عملهم أن يكون عندهم مؤشرات رقمية بحجم الانحراف عن التصميم الأساسي وإمكانية المعالجة يعني يجب أن يكون مع هذا الجهد هناك جهود قانونية تسير بموازات هذا العمل لمعالجة الوضع القانوني لهذه المناطق لأن لا بد من أن توضع حلول قانونية في المناطق التي تقع خارج التصميم الأساسي للبلديات حتى تتمكن من أخذ استحقاقها بشكل أصولي وقانوني من الدوائر البلدية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لها في المستقبل إن شاء الله طيب الخدمات أو تأمينها للمواطنين هي بحاجة إلى تضافر كل الجهود يمكن لأطراف المعنية البلدية وبعض الوزارات المختصة بهذا الموضوع ربما المهمة عليها كبيرة جداً مو كافية بحاجة إلى تضافر كل الجهود لكن ما مضي أهمية دور الحشد بتأمين الخدمات ومشاركته مع أمانة العاصمة أو البلديات من أجل تأمين الخدمات بالجهد الخدمي والهندسي يعني الحشد ليس غريب على هذه المؤسسة خدمة الناس المؤسسة لينطط الدماء الزكية لدفاع عن العراق وعن المناطق وعن الأهالي لا أعتقد أنها تبخل على مواطني المحافرات المحرومين من الخدمات بما يمتلكونها من إمكانات هندسية وآليات وجهد بشري يعني متفاعل ويحمل على يعني هموم المواطن وحملها طالما حملها في ساحات القتال بالنتيجة دخول هذه المؤسسة حقق طفرة نوعية في تقديم الخدمات باعتبار ما يمتلك من جدية مفرطة ومن اندفاع إنساني نحو أهالي المناطق المحرومة دفع عملية الخدمات بشكل كبير وبالنتيجة ما نشوفه اليوم في مناطق مهمة مثل سبع قصور ودوانا من الشعلة ومناطق أخرى وفي محافظات أخرى هناك لمسات واضحة الحجد الشعبي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية أعود لك أستاذ علي تأمين الأموال أو تأمين التخصيصات هل هي كافية للنهوض بالواقع الخدمي في بلدية الشعلة؟ حقيقة نشتغل دوار بلدية على قانون 16 قانون 16 ضمن واجبات الدارة البلدية هي الصيانات فالأموال اللي إحنا حقيقة لا تزودنا لأموالة بغداد بأموال سواء التخصيصات اللي تخص الأمطار فقط الواردات اللي تأتينا واردات جيدة ممكن إنه نقدم بها خدمة المتاحة واللي لمسنا أو لمس المواطن إحنا خلال الأمطار اللي ذهبت قبل يومين قدرنا نسيطر رغم وجود تخصف عملاق وتخصف الدولة اللي ما منجز لحد الآن سبب أشياء فنية وإن شاء الله يعني وعدونا خلال شهرين ينجز لكنه قدرنا نسيطر على مياه الأمطار بسم بالشافطات للمناطق الممخدومة والمخدومة الحمد لله محطاتنا عملت بطاقتها وتواجدنا المستمر لمدة يومين بالقاطع برئاسة مدير عام وكافة الكادر قدرنا نسيطر ما معناه أنه قدرنا نقدم معناه يعني إدامة لهذه الخطوط والمحطات ولكن بشرط أنه توفر الكهرباء بصورة مستمرة لأنه إذا قطعة الكهرباء تصبح المحطة المضاخات تعمل بنصف طاقتها على المولدات ويعني هكذا نحس نفسنا أنه إن شاء الله مقدمين خدمة للناس ومستمرين طيب في هذه الحالة أستاذ علي إلى أي درجة يساهم الجهد الهندسي والخدمي للحجد الشعبي بالمساعدة بسد النقص بالآليات مثلا واستعمال آليات الحجد الهندسية وكذلك سد النقص الموجود بالأموال حقيقة أكو يعني سابقة يعني للتعاون المشترك بين بلدية الشعلة والحجد كان هناك أنقاض وتجاوزات كلش كبيرة تحت أسفل جسر الشعلة يعني مشاركة آليات الحجد قدرنا نرفع الأنقاض ونحاول إلى متنزه جميل جدا ولمس هذا الشيء المواطني يعني ساعدونا بزالة التجاوزات وأيضا بجلب الزميج ويعني رفع الأنقاض بآليات وكذلك الموضوع يعني القرار مسل الزراع بخصوص خدمة المناطق الزراعية وأضيف أحب أضيف أيضا بلدية الشعلة يعني تعاونها كبير جدا مع الحجد بحيث يعني منطقتين عندنا حاليا لي هي شاكر العان والدوانم يعني ليس فقط الدوانم حاليا الحجد مستمر ويانا في هذه المناطق وأيضا باشرنا بإكساء بمسافة تقيم 600 متر بالشارع الرئيسي إكساء لكن قلت لك الأمطار وقفت يعني منطقتين نحن فاتحين عمل يعني في بلدية الشعلة بتعاون مثمر وجدي وفعال بين الحجد الشعبي وكوادر دار البلدية والفريق الهندس المختص المتابع لهذا الموضوع مقابل يعني هذا التعاون المثمر والناجح ما بين الدوائر البلدية وحتى منطل عاصمة مع الجهود الخدمي والهندسي من قبل الحجد الشعبي هل مقابل يعني سنشهد تعاون أكثر وأكبر مع دوائركم مع الحجد الشعبي لتقديم الخدمات على مختلف المستويات والله هذا الموضوع يعني حقيقة يعني يجب أن ينظر بجدية أكثر وتفاصيل أكثر لكل مشروع هناك يجب أن تكون خطة عمل يجب أن يكون هناك تعاون يعني الحجد الشعبي بقيادة الشهيد أبو مهدي المهندس يعني هو مهندس فوضع على كعله إضافة إلى القتال وطرد داعش وكل ما جلبه للعراقيين خلّب باله أنا حسب تخميني الشخصي أنه جلب آليات معدات كثيرة جدا باعتبارها مهندس فحقيقة مفيدة هذه الآليات في كل مشاريعنا إن شاء الله مو فقط داعاتنا البلدية لا كل بغداد وكل محافظات آليات الحجد الشعبي آليات حديثة حسب ما شفتها وآليات فعالة وهناك جدية بالعمل وهناك يعني سياقات عملهم جميلة وجدية ونظامية بالعمل وحقيقة اللي ما لمسناه هو يعني شي جميل وجديد علينا إحنا كدائرة بلدية بهذا التعاون المثمر والاستفادينا من عنده يعني نقلونا السب بيس بكميات كبيرة حقيقة المواقع وحب أضيف النقطة عقب عليها حضرتك نعم قلت أو الساب نزار السلطاني عقب عليها إنه المادة القانونية أو تبويب القانوني لهذا العمل نعم انطرق هذا أمام مجلس الوزراء بخصوص تزيئة المبالغ وبخصوص أنه خارج التصميم الأساسي بحصة موافقات خاصة إن شاء الله وراح تتبويب الأموال بموافقات رئيس الوزراء بهذا الموضوع إن شاء الله طيب سيد نزار هناك وفرة بالدعم السياسي من قبل الكتلة الأكبر لها الحكومة إلى أي درجة هذا الدعم السياسي سوف يحص الحكومة على تأمين هذه الخدمات يعني مؤكد لك فرصة كبيرة أمام حكومة السيد السوداني بتقديم خدمة نوعية خاصة مناطق المحرومة وفي مساحات لم تطلها يعني الخدمات لأسباب أما مالية أو قانونية نعم ولربما إدارية في بعض الأحيان بسبب يعني تعرفون جنابك المحاصصة وتوزع المؤسسات على أكثر من كيان سياسي حرم كثير من المناطق بسبب التناحر السياسي لأنه كثير من الخدمات بها جنبة ومشتركة بين أكثر من دائرة وبنتيجة التناحر السياسي ضيع فرص كثيرة على خدمة تقديم خدمات مهمة لبعض المناطق بوجود هذه المنظومة الخدمية اللي يتمثل هذا التنوع ما بين الدوار البلدية والجهات الساندة مع وجود الحجد الشعبي مع الدعم السياسي المطلق من قبل الإطار التنسيقي لحكومة السيد السوداني أعتقد الفرصة كبيرة وممكن أن تثمر عن نتائج إيجابية ونوعية خلال أشهر ولعله تلمس المواطن في بعض المناطق من تغيرات إيجابية في المجال الخدمي ونتأمل المزيد من هذه الحكومة وإن شاء الله يتحقق ذلك الشكر جزيلا لكم عضو الهيئة العمل للمجلس الأعلى الإسلامي يا سيد نزار السلطان كنت معنا ضيفا كريما والشكر جزيلا لمعاون مدير بلدية شعل المهندس علي حسين شكرا لك أستاذ علي وكذلك ننتقل المشاهدين سويا إلى ملقنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وبداية نبارك لكم هذا النجاح العراقي الباهر بافتتاح بطولة خليجي 25 وبداية نرحب بضيوفنا الكرام بصوت وصورة بغداد اللاعب الدولي السابق كابتن غيث عبدالغني أهلا بكم كابتن ضيفا كريما وكذلك ترحب الصحف الرياضي الأستاذ سامي عيسى أهلا بكم سيد سامي أبدأ معك كابتن غيث افتتاح مشرف شهدناها اليوم في البصرة هل كنتم تتوقعون هذا الأداء المميز؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بضيفك الكريم صراحة افتتاح يعني بطولة كأس الخليج هذا اليوم كان افتتاح مبهر جدا يعني صراحة يعني أنا على مستوى الشخصي كنت متخوف من توقيت بطولة كأس الخليج بعد كأس العالم اللي بهرت العالم في قطر كان التوقيت قريب وكان ممكن المقارنة ممكن أن تكون صعبة بسبب تعرف قطر كان يعني تهيئة لبطولة كأس العالم وزمن طويل فكان هذا التوقيت شوية يعني خلق نوع هاجز من الخوف يعني في أندي وعند أغلب المتابعين والرياضيين طبعا لكن ما ما حدث اليوم يعني حقيقة فاق كل التوقعات افتتاح مبهر جدا اضطر رسالة للعالم بأن بين العراق بعد فترة غياب طويلة عن عن المحافل الدولية وعن التنظيم البطولات بعد هذا فترة تنقطع طويلة وبطولات كأس الخليج ما يقارب أكثر من أربعين أو أربع واربعين عام قدر أن ينقل صورة مبهرة جدا للعالم هذه يعني توجه أكثر من رسالة يعني الاتحاد الدولي ولأغلب المتابعين الرياضيين والجماهير العالمية العربية والعالمية لأن الافتتاح كان في شيء مبهر جدا وصراحتين يعني نشكر جميع من كان إلى الدور الرئيس في أن تكون مخرجات افتتاح بطولة كأس الخليج بهذا النحو سيد سامي أهلا بك مرة ثانية وهذه الصورة التي شهدناها اليوم وشهدها كل أشقاء هذا النجاح البصراوي وينصح التعبير والعراقي كيف انعكست أمام أنظار الأشقاء والعالم تحياتي لك زميلي وللضيف العزيز ولكل مشاهدين القناة بكل تأكيد كما تلك تمت مخاوف وخلق من قبل الشارع الرياضي والمراقمي والمتابعين العرب والأجانب فيما يتعلق بنجاحنا بتنظيم خليجي 25 على اعتبار أنه يعني جاهزية والتحضير والمشاكل يافقت التحضيرات قبل الاستاح لكن ما شهدنا اليوم على الأرض الواقع بصراحة شيء يعني نفتخر بهنا كعراقيين شفنا يعني اليوم اللوحات الجميلة والغناء الجميل والحضور الجماهير الكبير الشخصيات الكبيرة اللي حضرت اللي أنت تقوة أنت تقوة للبطول للإستاح يعني أتحدث عن يعني رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني وبقية الوزراء والاتحاد القدم والحكومة المحلية في البصرة اللجنة الأولمبية إضافة إلى أنفانتينو حضور رئيس التحدي اللي كانت تغنى فيفا اليوم أعطى لسالة قوية جدا إلى العالم الآخر بأن العراق آمن العراق وضع طبيعي قادر على احتضان البطولات قادر على تنظيم المحافلة الدولية سواء كانت عربية أو آسيوية وشفنا اليوم على الأرض الواقع ما نضح لأن العراقي لا تعاطف لا يدد لفع الإيجابية شفتها في خلال السوشيال ميديا والقنوات والبرامج الرياضية العربية قبل العراقية ثم تسشبوا هجماع على نجاح العراق بالتنظيم الإداري يعني السيابية الحضور الجماهيري التنظيم الفقرات حتى اللوحات اللوحات اللي عكسة يعني ثقافة الشعب العراقي وعادة تقديد الشعب العراقي أرجو أقول كنا فرحانين باللي حدث اليوم من نجاح ظاهر فيما تعلق بالتنظيم اليوم اللي نجح التنظيم واللي نجح حفيت فزاح شيء واحد بحسب ما أعتقد الشعب العراقي بكل تفاصيل اليوم من المواطن البسيط إلى أعلى مواطن كل يتناحنا حتى في البرامج المواطن العادي البصري والعراقي كل يتناحنا أعتقد المرة الأولى يعني وهذا شعب الفرحان بي خلينا العراق رقم واحد العنوان رقم واحد طيب تذكرت نقطة مهمة يعني حضور رئيس الفيفا لهذا الافتتاح هذا الحفل إلى أي درجة سيكون يعتبر دعم دولي إلى أي درجة سيؤثر بعادة العراق والكرة العراقية إلى المحافل العربية والدولية يعني ما بالغ إذا أقول يعني بصراحة أنه أهم شخصية كان محتمل تقدير الجميع صغير قبل كبير أهم شخصية حضرة اليوم لحفل الافتاح هو أمفانتينو لأنه أبو كرت القدم هو أبو اللعبة هو رئيس الفيفا وكل القرارات يمه فعندما يحضر هذا المسيج قوي وليسألة قوية إلى الاتحاد الآسوي الاتحاد الدولي الاتحاد العربي أن العراق شوفوا هذا العراق يدقون عليهم مؤامن ومطبيعي ومشاكل وفجارات وما ينظمون بطولات وما يقومون غير خادرين لن نجحنا بالاختبار ونجحنا بالامتحان بالنسبة للتفارق تأكد تكون 100% حضور الإنفانتينو مهم جدا الحكومة المحلية الحكومة المكازية أعتقد اليوم بعد اللي صار في حفظ التاح نحن الآن مقبينين إن شاء الله نفعل حضر الكامل نستقبل مباراة تصفية كأس العالم ومواسية في بغداد والبصرة وباقي المحافظات طيب أعود لك سيد غيث يعني بعد عقود من يعني ممكن 40 سنة انقطاع العراق عن الكرة الخليجية والعربية ما أهمية إقامتها هذه البطولة وهذا النجاح المميز الذي شهدنا يعني كيف سيرعكس على الكرة العراقية والرياضة العراقية بشكل عام صراحة هو مثل ما اتفضلت حضرتك يعني انقطاع طويل عن المحافظة التنظيم المحافظة الدولية والمبارات الدولية هذا ألقى بظلالة السلبي على الكرة العراقية يعني شاءت أغلب فرقنا خلال الفترات السابقة تعاني كثيرا عندما تلعب خارج الأرض تعرف عام الأرض والجمهور عام المهم في كرة القدم غياب العراق عن تنظيم المباريات الدولية على أرضها وبين جمهورها أبعد نوعا ما عن المنافسة خلال الفترات السابقة ما حدث اليوم وجه أكثر من رسالة رسالة بأن العراق يعني كان سابقا تنظم يعني بعض المباريات هنا وهناك يعني لكن مباريات مبارات على مستوى مبارات واحد تنظيم مبارات هو يكون سهل مع هذا كان هناك يعني صعوبة في أن يستمر تنظيم العراق المباريات على أرضها لكن ما حدث اليوم أن تنظم بطولة بهكذا يعني تكون يعني مخرج الافتتاح بهكذا شيء مبهر يعني تضطي رسالة بين التقادر على تنظيم بطولة يعني بطولة وعلى مستوى عالي بالإضافة إلى أن تكون هناك أكثر من مباريات لح تقام على أرضك وين جمهورك إذن تعتقد يعني تستفشر خير بسعي العراق لاستقبال بطولات وإقامة بطولات أكثر من هذه نعم شوف العراق يعني سابقا كان يملك فقط ملعب واحد وملعب الشعب وأصبح يعني غير قادر على استضافة المبارات الدولية بسبب تعرف التطور الكبير الذي حاصل في مجال ملاعب كرة القدم لكن من تجي تشوف العراق العراق حاليا يملك يعني أكثر من ثمانية إلى عشر ملاعب على مستوى عالي هذه يعني حتى في على مستوى المنطقة يعني الدول الخليج والدول المنطقة العربية يعني ممكن أن يكون العراق ترتيب الأول أو الثاني من حيث يعني وجود ملاعب بهكذا سعة بهكذا حجم قادر على استضافة بطولات ممكن هذا سيد غيث فقط كرة القدم ونجح العراق باستضافة بطولة خليج 25 لكرة القدم راح تكون فاتحة خير على بقية الرياضات الأخرى أكيد يشوف في ابتتاح اليوم وما حصل اليوم يعني راح يطينا يعني خلينا نتفاعل في المستقبل بأن يعني هذا تنظيم بطولات كأس الخليج راح يكون فاتحة خير لتنظيم بطولات أكبر بين إحنا نحس بداخلنا بأن أدنى القدرة بأن نظم بطولات أكبر بطولات على مستوى القار بصورة عامة بالإضافة إلى ممكن أن يكون العراق يعني يتم باقي مثل ما تفضلت حضرتك باقي الفعاليات الرياضية الانشيطة الرياضية الأخرى ممكن العراق يكون مركز رياضي يحتذا به في المنطقة لكن هذا يحتاج إلى عمل كبير وجهد كبير إحنا إذا نشوف يعني على مستوى دولة قطر دولة صغيرة بحجم قطر قدرت أن يعني يذكر في العالم من وراء الرياضة بسبب الرياضة شوف الرياضة يجقد مدى لها تأثير كبير وانعكاس على باقي الشعوب ممكن إحنا يعني حاليا يعني ما حصل في افتتاح اليوم ممكن يكون فاتحة خير لأن تستقبل بطولات أخرى على مستوى أكبر وبفعاليات أكثر يعني غير كرة القدم أنشطة أخرى غير كرة القدم طيب دعم ننتقل إلى الجانب الإعلامي معك سيد سامي الجانب الإعلامي مهم جدا يعني يمكن تابعتم ما هي كانت أبرز ردود الإعلام الرياضي الخليجي تحديدا يعني بطبيعة الحال أنه قلت لك بعد المخاوف اللي رافقت والقلق اللي رافق يعني دول المجلس التعاون الخليجي القدوم إلى العراق واللي شافوا اليوم على الأرض الواقع لا غير القلب الحال بلسبة 180 درجة فحيث يعني أولا نشوف نجحنا بثلاثة أول نجح إنه قدرنا نقنع دول المجلس التعاون الخليجي يحضون إلى العراق والبصرة بعد غياب منذ العام 1979 خليجي خمسة في بغداد هذا واحد هذا أول نجح النجاح الثاني حققنا اليوم حضور إنفانتينو في قلب البصرة هذا نجاح كبير وباهر ثلاثة نجحنا اليوم بعد النجاح اللي حققنا في الاتح نجحنا بيقنع الإعلام الخليجي الإعلام العربي إنه شوف هذا العراق قاز على تنظيم البطولات قاز على إنه ما في مشاكل فيه انسيابية كبيرة يقول خرج الجماهير حضور الشخصيات البناء التحتية الملاعب المصاحبة جودة الملاعب يعني كورة الموج قال كابتن غني قبل شوية نعم غيث جودة يعني كورة الملاعب جيدة جدا بمقان إذن يعني المهم من العوامل المهمة نجاح العراق ونجاح العراق الذي شهدنا بإقامة هذه البطولة ومو فقط أموال وملعب أكيد هو شوف أنا كنت موجود في قطر يعني في كأس العالم نعم فليلاحظت شنو أولا لماذا البطولة نجحات بدرجة يعني امتياز مية بالمية أولا قلت لك المواطن القطري أنا شتبعيني المواطن القطري والمواطن المقيم وهي حالة غريبة كلهم اشتغلوه من أجل قطر ونجاح البطولة هذا هو واحد اثنيا البلد التحتية يعني المترو هو النجاح البطولة المترو لو لم تكن بطولة فشلت لأن تتبع تحت الأرض فنحن آلاف مشجعين اللي رايح واللي جاي في المترو هاي البلد التحتية الاندغروند هي اللي سهلت أو نمجحت التنظيم نحن الآن يعني بصراحة أنا آني هسا كمواطن عراقي محتراماتي أنا بعد هسا كهس الخيش ما فكر بيها طيب أنا اليوم الصقف طموحاتي زاد نعم اليوم أريد أنا يوم ماسية أنا أريد اليوم كهس العرب أنظم أريد ما أبالغ بكهس العام لا أقول لك لا أريد اليوم كهس العرب الدولة العربية عراق دولة نفطية عندنا فلوس عندنا بشر عندنا تنوع عندنا ملاعب يوم أنا سعرف طموحاتي زاد نقطة مهمة هما يمكن أيضا سيستاذ أدلع لكم العراقي هذا الدلع لها الجانب الأمني ما مدى أهمية استثباب الأمن في مدينة البصرة للنجاح باحتضان الأشقاء وإقامة هكذا بطولة أكيد كابتن كل مواطن عربي وأجنبي يحضر البصر والعراق هذا حد ذاته هو قناة هو تلفزيون هو موقع يوم يبث المواطن الكويت من يأتي يبث الأصدقاء والعائلته والناس في الكويت رأيوا هذه البصرة يبثوا مباشرة فكل مواطن خليجي هو عبارة عن قناة تلفزيونية هو عبارة عن سوشال ميديا هو عبارة عن موقع ينقلك من قلب الحدث فهي حضور قناوات الخليجية برامج الرياضية والمواطن الخليجي ويدي نقلة عن العراق موجة البصرة من أمان من حالة طبيعية ومن تعامل بصراحة أنا مغرب عليه يعني العراق يعرف المواطن البصري كيف تعامل مع المواطن الخليجي من المطار حتى يصل لفندق الملعب بالابتسامة بالضحك فتحوا بيوتهم قلوبهم بروح كرة حياظية شفناهم متسامحين متعاونين وشفنا حتى الأكل البلاش وإنه كل البلاش أنا بقطع بطمي منطني محترماتي يعني موكش بلاش يوم بلاش ما شاء الله يحشوف أكل البلاش سكن البلاش بعشر دون كرم المراقب كيف يخلينا نحكي عن محور العوائد المالية من إقامة هكذا بطولة أنتقل لك كابتن غيث يعني لاحظتم الرضاء الكبير لدى الأشقاء خصوصا من الاستقبال والترحيب الكبيرين من قبل أهالي البصرة صراحة ما قدمه أهالي البصرة خلال يعني هاي الأيام القليلة السابقة خلال هاي الأيام تنظيم البطولة واليوم الأول شيء يدعونا بأن نفتخر يعني بأهلنا بالبصرة مع العلم أهالي بصراوي يعني قدمه الشيء الكبير وأنا على حد أنمي هناك يعني في البداية أكو تخوف من يعني جماهير الخليجية بالحضور إلى البصرة لكن ما الصورة يعني أكستها جماهير البصرة والجماهير القليلة الخليجية اللي كانت متواجد خلال هاليومين أتوقع راح تكون الذروة قادمة خلال أيام أيام القليلة القادمة لأن الصورة اللي راح تنعكس لجماهير السعودية وجماهير الإمارات وجماهير قطر والبحرين نعم وعمان راح تحفزهم بأن يجون يشوفون يعني هم يشوفون كرم أهل البصرة هم يشوفون تنظيم هذا التنظيم العالي وهم يشوفون منتخباتهم اللي قاعة تلعب على أرض البصرة حقيقة حقيقة أنا ما تحقق خلال يعني هالي أيام اللي يعني أهل البصرة ضربوا بي مثل بالكرم وبالسخاء في في توفير كل ما يحتاج المسافر والجماهير الأشقاء الخليجيين راح يحفز باقي الجماهير بالحضور إلى البصرة أنا أحب يعني هنا أشيد ب يعني يعني الدور كبير يجب أن لا نخفل للجنة العليا اللي تنظيم كأس خليجي 25 يعني هاي اللجنة بدلة جهد كبير يعني إحنا سيدا يمكن أيدني استاذ سامي يعني قبل يعني شهر أو شهر ونص ما هناك ملامح يعني يكون ما حصل اليوم ممكن تشوفها قبل شهر أو شهر ونص يعني كان وقت ضيق الوقت ضيق وهناك يعني حتى تعرف حسن ملف تنظيم البصرة يعني الحد قبل شهر إحنا ممكن يعني لقاول تنظم ما تنظم البصرة جاهزة ما جاهزة إجي الوفد الخليجي وراح الوفد الخليجي فخلت خلتنا إحنا مترددين يعني ها إحنا قادرين لو ما قادرين إحنا راح ننظم لو ما راح ننظم لكن ما تم بذلة خلال يعني هذه الحكومة الحكومة الجديدة برئاسة سيد محمد الشياء السوداني واللجنة العليا لتنظيم خليجي 25 وجهود جبارة بذلت خلال يعني هذا عن مدى شهر أو شهر ونص خلت الاحتفالية تظهر بهذا الشكل والبصرة تظهر بهذا يعني هذا الشكل الجميل طيب شر سبب اهتبام هذه الحكومة وهذه تخصيصات من الأموال يمكن 30 مليون دولار لو أكثر كان ونحن الأنمية أعتقد الحكومة خصصت ممكن ما يقارب 50 مليار دينار العراقي لتنظيم يعني هي مو تنظيم البطول لو أنما هالي توفير البنى التحتية لمدينة البصرة والتعاقد مع الشركات الناقلة والشركات المعنية بالافتتاح شوف يعني هاي أموال صرفت لكن الأثر مالتها كبير جدا والأثر سحننشوف مدى التلاحم بين الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب الكل موجود هناك مدى انفتاح عن العالم اضطر رسالة للعالم بأن العراق موجود العراق ينعم بالأمن والأمان العراق أبوابها مفتوحة لجميع الأشقاء لجميع الأقوان بأن هاي العراق هي داركم هي مفتوحة لكم مفتوحة للجميع يعني والدليل يعني هذا التوافد الكبير من أكبر شخصية رياضية على مستوكرة القدم في العالم كان حاضر الأمراء والشيوخ يعني مختلف الرؤساء الاتحادات الجماهير من مختلف الدول هذه يعني هذه الأثر الكبير والأثر الناجح هذا الأثر اللي ذكرت تحديدا كابتن غيث لأي درجة سوف يخلد عند أهالي مدينة البصرة خصوصا هذه البناء التحتية التي أنشأتها الحكومة والمبالغ التي صرفت كبناء تحتية وتأسيسها سوف تبقى لسنوات طويلة لأهالي البصرة أكيد ومثل ما تفضل أستاذ سامي سيستقف طمو إحنا راح يزيد يعني راح نكون شو نطمع بأن هذا اللي يتحقق خلال هذا اليوم هو خلينا نقول هو النقطة البداية اللي راح تطلق مدينة البصرة وتطلق العراق على العالمية يعني إحنا راح ممكن راح نطالب باستضافة بطولة أمم آسيا مثلا على سبيل المثال أو بطولات عالمية أخرى يعني لأن كل الأرضية جاهزة ومخصصة ممكن راح تحفز بأن تقدم أفضل وأفضل حتى تكون قادر على أن تدخل العالمية من بوابة البصرة إن شاء الله طيب أعود لك كابتن سامي بعد أن تابعتم مباراة الافتتاح ما بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني والتي انتهت بالتعادل كيف قيمتم أداء المنتخب العراقي مستوى المنتخب؟ يعني بكل تأكيد أنه دائما المباراة ساحية تكون صعبة على الفريقين يعني كده المدربين ميد يخسر بدليل اليوم المباراة راح نديس التعادل صفر صفر تعرف الضغطات الجماهرية والعلامية المباراة تقولها صعبة جدا يعني ثيانتهم ميد يخسرون فنيا نحن اليوم يعني كنا قيم مقنعين هو يعني كأساس اليوم كان رسم التكتيكي بنظام لعبة هو معروف علي أربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة ثلاثة ثلاثة واحد بحسب الكرة برانكو مدرب سلطانة عمان لعب نظام نظام التكتيكي ورسم التكتيكي سيستم اللعب لعب أربعة ثلاثة واحدة ثلاثة لعب ثلاثة بالأمام عكس نحن لعب لمهانجم واحد شوطة الأول احنا يعني كانت الأفضلية إنه لكي بلا خطورة حقيقية هي مبات بشكل عام وانت شوف عندما يعني تواجه فريق أرضك وجمهورك كلما تسجل مبكر كلما تسهل المهمة عليك وكلما تتأخذ بالتسجيل الصعب المهمة عليك وتلطي ثقة للآخر بدل اللي صار اليوم منتخب العماني أو 20 دقيقة ما عنده أي فرصة ما عنده أي زيادة علينا وما عنده أي وصول كل إنه كحيازة وكخطورة لكن بعد دقيق عشرين يشافوا إحنا يعني ما تجرأنا بصراحة يعني اليوم كاساس ما تجرأ على المنتخب العماني رغم الأرض والجمهور بعد دقيقة عشرين بدأ اكتسب الثقة وتجرأ علينا وكاد أنه يسجل شوط الأول حين فرصة دقيقة ثلاثة دقيقة خمسة واربعين يعني بدايتنا قوي ونهايتنا لكن ما بين الثلاثة والخمسة واربعين كان هناك يعني سيطرة واضحة على المنتخب العماني الغريب اليوم إنه فرص قليلة لأنه المنتخبين كلهما لعب التحفظ الدفاعي خاصة كان هناك تحفظ من الفريقين نعم نعم واضحة واضحة جدا لأنه بنتيجة أولا صفر صفر اثنيا الفلاصة الحقيقية قليلة المنتخب العراقي منتخب العماني لم ينجحا بخلق الفلاصة الحقيقية بدليل الفلاصة اللي صارت إلى خمسة أو أربعة كلهم من كارث تابته مو من لعب مو من أوبن بلاي مو من بلت أب مو من بناء من الخلف يعني في كارثنغيث مو بناء مثلا من تطلع بالكرة من ثلث الدفاعي إلى ثلث وسطي إلى ثلث هجومي بجملة تاكتيكية بتاميرات عشرة وأقسة وأقل لا كلها ثابتة يوم عن طريق راكلات ركنية أو الثابتة أو متحركة اليوم أعتقد أني منتخب برانكو نجح برانكو نجح بيخطف نقطة من عدنا بأرضنا وجمهورنا نحن صعبنا مهمة علينا صراحة اليوم يعني بتعادلنا مع عمان صعبة المهمة علينا عقدة الحسابات من نسبة إنا كأساس اليوم يعني ما كان مفروضي العرب كان يتجرب يشرك مهاجم ثاني مع أمين حسين أمين حسين كان بواحدة مع الثلاث مدافعين وما نلقى الزيادة بالشق الهجومي فيما يتعلق بمنتخبنا يعني ثلاثين محور أمير العماري وأمير العماري وأمجد عطوان وإبراهيم بايش ما نقدموه للزيادة العديدية بالحل الهجومي أيضا طبعا عند عسينة عن جبار وعسينة عن جاسن بشط الثاني هو بدل بدل لكن تبديلاته كانت لعب مقابل لاعب ما فيها رزق ما فيها مخاطر ما فيها مجازفة لعب مكان لعبا يمدل بيسويها طيب في هذه الحالة هناك مباراة أخرى وأخرى أمام المنتخب العراقي وهناك جدل كابتن غيث حول إمكانيات المنتخب العراقي لكن يمكن أن يتحسن داء المنتخب بعد النجاح بإقامة البطولة شوف صراحة هي حلاوة الافتتاح غطت على المستوى الفني المباراة حقيقة يعني أنا شتت أتناقش شوي أستاذ سامي قبل نعني جي للستيديو بأن هذه البطولة يعني وأتمنى أكون مخطئ في تقديراتي رح تكون ضعيفة من ناحية الفنية باعتبار يعني عن المستوى اللي ظهر به يعني منتخبنا اليوم نتمنى أن يصحح والقادر التدريب الجديد يصحح في المباراة القادمة لكن بصورة عامة أنا كمتخصص أو كلاعب سابق من أشوف المستوى الفني يعني غير مقتنع بالمستوى الفني اللي ظهر به منتخبنا اليوم وكذلك المنتخب العماني هم ظهر في مستوى متواضع يعني أنا لكي البطولة بصورة عامة رح تكون ضعيفة فنية اللي نشوف إحنا القطر والسعودية اللي هم اعتبرون مشاركين بكأس العالم أكتر الفرق جاهزية شاركوا ما شاركوا بالمنتخبات الأساسية شاركوا بمنتخبات رديفة عندك لكي اها باعتبار يعني السعودية تشارك بمنتخب رديف ممكن أن نتوقع نتيجة لصالح العراق بمباراة مع السعودية يعني يعني ما كفت مقاييس ثابتة في كرة القدم يعني تبقى داخل ملعب الأداء داخل ملعب ومدى الأسلوب وتطبيق اللاعبين لفكر المدرب ومدى إمكانيتهم لتطبيق يعني لإمكانيتهم بحسم مباريات وتسجيل أهداف منتخبنا يعني أغلب المتابعين والمحللين وإحنا كمشاهدين يعني خلال المباريات السابقة الأخيرة منتخبنا الوطني يعاني من ناحية الهجومية يعاني من ناحية تسجيل الأهداف يعني هذه أصبحت يعني 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 نوعية المهاجمين اللي موجودين حتى على مستوى الدولة العراقية نوعية مهاجمين قليلة جدا يعني المهاجم الهداف وهذه راح ترجعك إلى يعني نريد نعقد الموضوع طيب هذه المعرقلات أمام المنتخب يمكن معروفة مشخصة من قبلكم أنتم كمختصي لكن كابتن يعني شنو اللي يحتاج المنتخب حتى يحسن من أذاء سواء بالمباراة القادمة كل مباريات أو حتى المباريات المستقبلية شوف إحنا منتخلنا في هذه البطولة يعتبر من أكثر المنتخبات حضوضاً في نيل البطولة لأن يعتبر أدك تعامل أرض والجمهور هو ممكن يكون يلعب دور الحسن في المباريات القادمة بالإضافة إلى أدك لاعبين يعني لاعبين خبرة يعني كان لهم مثلاً امتخب فترات سابقة بالإضافة أكون لاعبين جدد ومدرب جديد بفكر جديد قد تكون هذه المباراة الثانية المدرب حالياً يعني هذه ما نقدر نحكم على المدرب وعلى اللاعبين من مبارتين يعني أو مبارات رسمية واحدة يعني أول مبارات رسمية هذه تعتبرين أدك مبارات مع السعودية ومع اليمن أتوقع عامل الأرض والجمهور ونراهن على يعني إمكانية اللاعبين وفكر المدرب الجديد نراهن على هذه العوامل بحيث تخلي المنتخب يظهر بصورة أفضل من ظهر بها في مبارات اليوم ومثل ما تعرفوا أنت لك أنا منتخبنا هو صاحب الحظ الأوفر في هذه البطولة باعتبار صاحب الأرض والجمهور نعم الشكر جزي لكم اللاعب الدولي السابق الكابتن غيث عبدالغني شكرا لكم كابتن وكذلك الشكر للصحفي الرياضي الكابتن سامي عيسى كنت ضيوفا كرام علينا وشكر موصل لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا